قبل 76 عاما فقد سلاح الجو الأمريكي عددا من مقاتلاته الحربية أثناء معركة مع القوات اليابانية إيبان الحرب العالمية الثانية خلال قصف أهداف غربية المحيط الهادئ لكن تكلفات العملية كانت باهظة اثقل أربعون عسكريا أمريكيا ودمرت عشرين طائرة عطل على غالبيتها إلا أن اختفاء ثلاثة منها شكل لغزا عطيرا لكن باحثون متخصصون حل الإشكالية ووجدوا الطائرات على أعماق تتراوح بين 100 إلى 215 قدما تحت سطح البحر في ميكرونيزيا وهي دولة تتكون من أرخبيل 600 جزيرة صغيرة في غرب المحيط الهادئ